لكم من جديد وفي جانب آخر كشفت تقارير صحفية عن مقتل 48 شخصا بالرصاص الحي في نزاع قبلي بولاية قرب دارفور قالت لجنة الطباء المركزية بيانا صحفي أن تقارير أولية تفيد بوقع 48 حالة وفاة بالرصاص الحي وعدد كبير من الإصابات بعدها حرج نتيجة الصراع الدامي في منطقة كرينيك بولاية قرب دارفور من جانبها أيضا قالت المنسقية العامة للاجئين والنازحين أن عشرات القتلى والجرحى السقطوا جراء هجوم نفذه مسلحون على منطقة كرينيك بولاية قرب دارفور وأكد حاكم إقليم دارفور أركو من ناوي أن العمل جاري لوضع خطوات حاسمة لمنع حجد واستقطاب القبائل في حرق القرى وزيادة وتيرة الاحتراب وأكد مجلس السياسة السيادة على ضرورة التصدي لتلك الأحداث التي تحدث من مجموعات تزعى لخلق حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المواطنين دعونا نرحب معنا عبر الأقبار الصناعية الأستاذ جمال حامد القيادي بالعدل والمساواة والمدير التنفيذي لمرفة الترتيبات الأمنية بالحركة ونائب وأمين التخطيط الاستراتيجي مرحبا بك أستاذ جمال في مع الأحداث نحن أسهلا بك أستاذ بيام ومع التحية لمشاهدي قناة إلالة القضائية مرحبا بك بداية أستاذ جمال هناك الكثير من الأحداث المؤسفة التي تجعلنا قلقين على أهالينا وأطلعنا على آخر التطورات في الأرض الآن فيما يتعلق بهذه الأحداث فعلا في البدء أترحم على الأرواح البريئة أترحم على الضهاية وعاجل الشفاء للجرحة أحداث مؤسفة ومؤلمة بحق ولكن هناك جهد مبزول لاحتواء هذه التفلتات وفي ضوح هذه الأحداث الدامية المؤلمة هناك قطوات اجتمع مثلا اليوم المجلس العالى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة الفريق أول مرحان ووجه بضرورة حسم تلك التفلتات الماثلة الآن وكونت لجان وهناك توصيات لحسم هذه التفلتات نعم نعم بتأكيد يعني منذ فترة طويلة أستاذ جمال هناك العديد من التوترات في إقليم دارفور يعني أكيد هذه التوترات أصبحت هي واصلة إلى حد الكفاية من أحداث مؤسفة التي نراها كل يوم بأهالينا بإقليم دارفور هناك تحركات رسمية من الدولة في اتجاه وخف هذه التوترات حدثنا عن هذه التحركات فعلا التطورات المؤلمة الموجودة والمعاشة على الأرض معاشة بجد مؤلم وكل ضمير إنساني يدين مثل هذه البربرية وفي البدء ندعو مواطنين الكرام ندعو المواطنين في دارفور وخاصة العقلاء ومنظمة المجتمع المدني والإدارة الأهلية وكل من يحب أن يرى دارفور بخير وكذا بأن يكون هناك ضبط للنفس وتفوية الفرصة لكل متربس بالسلام الأجهزة الرسمية محتمة بالملف ومطابعة طورات الحاصلة في الأرض عن قرب اجتمع أنحار اليوم كما تفضلت قبل قليل المجلس العالي المشترك وشدد الاجتماع لضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في حزم تلك المفللات وقرر الاجتماع تشكيل قوة مشتركة رادع ذات محام خاصة تتشكل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمقابرات العامة والشرطة وقوات الكفاحة المسلحة لوضع حد لهذه التفلتات قوات ذات محام خاصة وذات طبيعة خاصة تستطيع أن تحسم هذه التفلتات بأسرى ما يمكن والدولة عاكفة على حزم هذه التفلتات بشكل تام ونبشر جماحي شعبنا بأن لن نسمح بأن تستمر مثل هذه التفلتات أبدا لن نسمح بأي شكل من أشكال نحن كأطراف العملية السلمية تأخرنا كثيرا تأخرنا كثيرا في إنفاذ التركيبات الأمنية قد يكون هناك ضرورات أو قد يكون أمور موضوعية أو غير موضوعية ولكن نتأسف لكل دم تسيل وهناك نية صادقة ونية أمينة ومخلصة لإحتواء مثل هذه التفلتات وتقديم المتهمين إلى العدالة وهتنشأ محاكم قاصة ذات الطبيعة قاصة لحسم التفلتات لمحاكمة كل من يزبط تورطه والمتهمين تقدموا للمحاكمة عادلة التي يستقرر البلاد نعم بتأكيد دائما هي الفتنة سبب إجعال الشرارة للحروب والاقتتال بالمناطق ولكن برأيك أستاذ جمال من المستفيد من إجعال هذه الفتنة وما هي الأسباب الحقيقية التي تتسبب في تواصل الاختتال بالإقليم دارفار الفتنة نائمة لعم الله من أيقظها إفرازات الصراع هناك صراع في دافور استمرت سنين طويلة جدا قرابة لعشرين عام أفرزت واقع مؤلم جدا تشضي اجتماعي احتقان كثير من الحالات السالبة وطبيعة المناطق التي تطلع من الحروب دائما تواجه مثل هذه التفلتات ولكن مطلوب نحن كدورنا حاليا كقوة موقع الاتفاق السلام واصبحنا جزء من المنظومة الحاكمة في البلد بأن نسعى بأن لا نعلق الشماعات الفشل لقيرنا لا بد أن نلعب دور حقيقي في حزم تلك التفلتات حاليا المواطن في دارفور تعاني وتنادي وتستنجد بأن يرى بلاده وأن يحس بمأمن في مشربه وفي مأكله في حياة اليومية اليوم لا يستطيع كائن من كان بأن يتجول في قرى دارفور من قرية لتانية أو من مدينة لتانية الوضع الأمني ما بين الفاشر ونيالة كبرى مدن دارفور في وضع قطير جدا قبل كم يوم سمعنا وتابعنا الأهداس المؤلمة التي حصلوا كذا ولكن نبشر مواطن دارفور تأقرنا كثيرا ولكن جاء الدين بشكل صارم لحزم تلك التفلتات وقريبا عاكفين لحزم تلك التفلتات نعم بالحديث عن هذه التفلتات وعن الأحداث الدامية التي جعتنا نفغل العديد من أهالينا بإقليم دارفور كان هناك اجتماع للمجلس السيادي بخصوص هذه الأحداث فلنتابع ما جاء في هذا الاجتماع تداول مجلس السيادة الانتقالي اليوم في اجتماعه الدوري الأحداث المؤسفة التي وقعت في بعض المناطق بولايات دارفور وكردفان وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإطلاف الممتلكات وأبدى المجلس الأسف لأن الأسباب لا ترقى لسفك الدماء وفقد الممتلكات وتطرق المجلس إلى أن التفلتات التي تحدث من مجموعات تسعى لخلق حالة من عدم الاستغرار لبس الرعب بين المواطنين لا بد من التصدي لها ووجه المجلس بفرض مزيد من الضوابط والسيطرة الصارم على الأوضاع بتلك المناطق فرضا لهيبة الدولة وسلطان القانون مع الحد من تدفق السلاح من دول الجوار المأزومة ووقف أنشطة التجارة غير المشروعة كما تطرق المجلس إلى جهود تسريع وطيرة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جبا لسلام السودان وواصل المجلس تداوله بشأن الجهود المبزولة للحد والسيطرة من انتشار فيروس كورونا هذه مخرجات الاجتماع الذي دار للمجلس السيادي الذي استوضحت مخرجاته دكتورة سلماء وعضو المجلس السيادي عود لك من جديد أستاذ جمال هناك من ينتقد وجد عدد من جيوش حركات الكفاح المسلح بالخرطوم فيما تتطلب الأوضاع على أرض الواقع في دارفور دور من هذه الحركات في حفظ الاستقرار هناك وليس لها جدوى في وجودها في الخرطوم بينما الأوضاع تحتاج لحفظ السلام بإقليم دارفور ما رأيك في هذا الجانب؟ شكرا عزيزتي التواجد في الخرطوم من تواجد رمزي منصوص في اتفاقية جبا لسلام السودان التي تم إدراجه من الوسيقى الدستورية الوجود الرمزي موجود كأفراد لحماية بعض الشخصيات القادر الموجودين في أطراف العملية السلمية الموجودين متواجدون في القرطوم وهذا نصا موجود القوات الكبيرة القوات الأطراف العملية السلمية متواجدين في مواقع ارتكازهم في دارفور ولكن حاليا بيحتاج قطاع قانوني ليمارس الدور الوضع في الأرض مؤلم جدا ولكن أطراف العملية السلمية لا يمكن أن يتحركوا في أي اتجاه دون أن يكون هناك قطاع قانوني حقيقي بطحب أن يمارسوا دورهم الحقيقي في ضبط الأمن حاليا الدولة محتمة ومخرجات الاجتماع مجلس الأسيادة اليوم كان واضحة جدا في ضرورة تشكيل قوات مشتركة من الأطراف التي ذكرتهم من قوات المسلحة والأمن والمقابرات وقوات الدعم السريع وأطراف العملية السلمية ذات الطبيعة خاصة أن يقوم بشكل سريع جدا لحسم التفلتات الحاصلة والماثلة في الأرض حاكم أقليم دارفور متواجد في دارفور بين جماهيره يمارس دوره الطبيعي في بسط الأمن والاستقرار وهناك موجهات واتصال مع كافة القادة العسكريين الموجودين في القطاعات الموجودة وحيكون هناك قواتها يتجحفل في مناطق العمليات وحيهس المواطن قريب جدا نوعد ما تمني بس كوعد صادق قريبا جدا حيشعر أي أم أو أي أخت أو أي إنسان في دارفور بالأمن والاستقرار أطراف العملية السلمية كافة مهتمين بالأمن والاستقرار لأنه أساس التنمية وأساس يعادة الناجهين واللاجئين إلى قراءهم دون الأمن لا يستطيع أن نبدأ في أي بند من بنود الواردة في اتفاقية جبال لسلام السودان عشان كده احتمامنا واحتمام الجيحات الرسمية بالملف الأمني ونتائج هذه الاهتمام ماسي الاجتماع اليوم نعم بداية نتمنى أن يخوض الأمن والسلام البلاد وشتى منحنيات أقالب البلاد ولكن أستاذ جبال دعني أرحب معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد عيسى القيادي بالتحالف السوداني أستاذ أحمد مرحبا بك في مع الأحداث مرحبا بك أستاذ أحمد كيفك أستاذ أخيان مرحبا بك بداية أستاذ أحمد يعني حقيقة الأحداث الدامية أصبحت مقلقة جدا بإقليم دارفور من حرق للقرى وقتل للأبرياء حدثنا عن وجود الأحداث وهذا الانفلات الأمن الموجودة الآن نعم التحية والتقدير والاحترام لجماهير الشعب السوداني الأبي والمجد والقلوب لشهداء السودان الأضرار وعاجل الشفاء للجرحة وعودة المسكودين آمن الأخير بعد توقيع اتفاقية جبا لسلام السودان كان الجميع متوقع أن تتوقف نزيف الدم في السودان وفي دارفور وستحقق أهداف سورة ديسمبر المجيدة وتتمزل أهداف اتفاقية السلامة على أرض الواقع نسبة للتجارب الطويلة التي عاشت على السودان بعد اتفاقية سنيفاشا التي أدت إلى تقسيم السودان إلى دولتين وجاد اتفاقية جبا لسلام السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتكوين حكومة يعتقد أو يزعم أنها حكومة تغيير قلت ذلك التعبير لأن ثلاثة سنوات وما زلنا في المربع العول الصراب بين المدنيين والعسكريين والشارع ما زال محتشد وكأننا ما نعيش قبل نقوط النظام البايد صحيح وكانت الأحداث في دارفور في الآونة بعد توقيع الاتفاقية وزيارة قادة الحركات المسلحة إلى دارفور والمتحركات خلت وجالت كل ربوع دارفور نورت وعرفت الشعب بالاتفاقية لتلك الرحظات تفاعل الجميع بتحقيق السلام ونزول السلام على أرض الواقع ولكن عدد تنفيذ ملف مهم جدا وهو ملف الترتيبات الأمنية حتى الآن وتكوين المفوضيات المعنية بالعدالة والمطالحة والأرض والحواكير واللاجئين والنازحين وكل الملفات التي تُعنى بالتنزيل الاتفاقية على أرض الواقع خلق خلق فراغ أمني كبير جدا جدا وسياسي والفراغ في المركز بين المكونات السياسية والعذكرية في المرحلة الانتقالية وقيادة التغيير جعل الأقاليم في تجاهل تام إذا لم يتغلق طريق لن يسمع لك المركز وإذا لم تسفك الدماء لن يسمع لك المركز وهذا ما يحدث الآن في دارفور وفي شمال كردفان في مناطق النهود وبجبائها في جنوب كردفان للأسف الشديث أن هذه الأحداث كانت في الشهر حدث أو حدثين واتفى المعزل إلى ثلاث أربع أحداث وفي الأسبوع الآن أصبحت شفي حرب شاملة صحيح لأن يوميا يوميا بالأمس في الجميلة بعد مورنة بعد جبل مون ومرشيم ومنواشي وبالأمس في كرينك والقتل يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف نعم واليوم في الفاشر ما بين معسكر جنزم للنازحين وكلة وطويلة في هذا المثلث وعشود كثيرة كثيرة جدا يختلط الحابل بالنابل المكون الأمن في دارفور معقد جدا 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 هناك حركات موقعة على اتفاقية دول السلام وعندها اتزامات بحد الوقت الموجودة في المعسكراتها ومنطبرة تنفيذ الترتيبات الأمنية هناك حركات غير موقعة على اتفاق الزوال السلام والسودان وراغب هذه الاستفاقية أيضا موجودة ومنتشرة في دارفور من ساحات واتعة كذلك عناصر النظام الباعد وفلولهم موجودين بأسلحتهم إذا كان جباع الشعبي أو كتاب وظل أو عمليات الجهاز المحلول أو أي مكون يتبع للنظام الباعد يستغل الفرصة وأيضا ضحل الفتن ممكن لمشي يضرب من المزارعين ويجبت من الزرعاء ويقلب فتنة زي ما هدف فتنة الماكية في معتر زمزم بكرة بعد ذكرة هتسمعه إن الأحكاة ديت نجلت من غرب دارفور لشمال دارفور الفاشر في معتر الزمزم لأنه هدف حالين تعتقام في تدوالي القائد نيم رفض الرحمن مجموعة من أهلنا من الرعاوة للقبايا العربية بيندده بمقتل مدنيين مواطنين نعم ما بين الفاشر وطرزميان الفاشر من قرب من كله نعم فهذه الأحداث في أياجي خفية بالسخمة الأحداث الغرف منه انهيار اتفاقية الجوبة لسلام السودان بعد ثلاثة سنة نحن لخصنا الكلام ده وإن الأحداث الماشي في دارفور الآن الغرض منه فاشل وانهيار إفاقية جوبة السودان الغرض منه مصادمة قوات الحركات المسلحة مع قوات الدعم السريع وطفيت هذه القوات في دارفور نعم بجانب المعلومات أنا بقولها ومسلول منا لأنه تجربة ثلاثة سنة لا في أي استحقاجات نالية ما في أي ترك الليلة طح اجتماع للمجلس العلى المشترك للترتيبات المنية بقيادة الفريغة بخصوصة أو إقليمي بحيث منه يقوله نفرمنا مبلغ وقدره للترتيبات الأمنية الأولية نعم نعم نحن محتاجين للترتيبات نعم أنت المدير التنفيذي لمرفة الترتيبات الأمنية بالحركة ما الذي يعطل أن يكون هناك حلول أساسية على أرض الواقع لإنهاء هذا الصراع الدموي الذي كلما له زاد في تفاقم وزادت الأحداث الدامية وزادت أيضا يعني الراحة الأبرياء التي تضيع في ضمن هذه الأحداث ما الذي يحدث أستاذ جمال أول لك التحية مجددا أستاذ بيام نحن في أطراف العملية سلمية نتحمل مسؤولية تاريخية مسؤولية إنسانية تاريخية وطنية ومسؤولين أمام الله وعمام شعبنا وعمام جماهير شعبنا في تحقيق الأمن والاستقرار لا نميل بأن نرمي شماعة الفشل لخيرنا بأن نقول كده وكده من خلال وجودنا نحن التاريخ ونحن جزء من الحكومة الحالية الموجودة الواقع في دارفور مؤلم ومزري الواقع في دارفور سيء للغاية حاليا نحن معاكفين ومساهرين الليل من الحار بأن نضع حد لهذه التفلتات هذه الحالة لا يمكن يتم إلا من خلال إرادة جمعية كاملة يشارك فيه كافة أطراف المجتمع من الإدارات الأحلية منظمة المجتمع المدني العيان الإعلام وكل من هو في إطار الدولة السودانية يحب خير لاستقرار هذا البلد نحن صح نلعب دور كبير جدا من خلال القوة التي تم الليلة إقراره بأن يكون قوة مشتركة ذات محام خاصة يتكون من أطراف العملية السلمية بأن يضع حد لهذه التفلتات ويكون هناك في محاكم لأنه لو ما وجدت محاكم وأنشئت محاكم خاصة ذات طبيعة خاصة لا يمكن أن يستمر عملية الفوضى رح يصير عملية الإختتال رح يصير عملية التفلتات الأمنية التي أدت إلى هذه الحالة من الفوضى وهذه الحالة من الحلاك نحن عاكفين بأن نضع حد لهذه الحالة نوعد شعبنا بأن نحن قريما جدا ستنام يسهر قواتنا لتنام على حد قاتئيونهم الأم والطفل ويكون هناك حالة جديدة من الاستقرار والتنمية في دارفور نعم بتأكيد عودة إليك من جديد أستاذ أحمد عيسى دائما ما يكون داخل المشاهد السياسية الكثير من الحديث عن الإشكاليات ومحاولات المعالجة ولكن لنكون الآن أكثر وقعية نحن نتحدث عن أحداث دموية جدا لا يمكن تخيلها بإقليم دارفور برأيك الشخصي ما يمكن أن تكون الحلول وأين تكمن هذه الحلول ليقف هذا الصراع الموجود الآن داخل دارفور الصراع الموجود داخل دارفور هو امتداد بالصراع القديم نعم الذي افتعله النظام البايد وكان باستخدم فيه صحيح الأسلحة الفتاكة والطائرات وغيره المطلوب بعد التغيير وبعد اتفاقية السلام منططيا هو وقف الحرب وتحقيق الأمن على الحرب أي إنسان عاقل وفاهم وواعي ما ضروري يكون سياسي عارف أنه بعد السلام والتغيير أول حاجة يوجود هنا الأمن الآن دستوى بالأساسي الأدخل التدام في منظومة الإرهاب الدولي وفي منظومة الجنائية الدولية وساهم في التدهور الاقتصادي إلى أن ينهار النظام الاقتصاديا لأن كل موارد الدولة كانت تسخر للمجهود الحربي فوقف الحرب هو أول لبنة من لبنات التغيير في السودان وليس الصراع في السلطة أو انتقال السلطة من المدنيين للعسكرين والعسكرين والمدنيين أو التفاقية الحمدوق أو غيره القوة السياسية الوطنية يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة إياه ما يهدف في كل ربع غربا وشمالا وجنوبا المطلوب الآن هو تحقيق الأمن على الأرض في دارفور وهذا يجب يأتي بالقرار حاسم مسؤول منه نحن في الحكومة والحركات كفها المسألة المسؤولية تبع على تغنق في شيئينا الأول توفير الأموال من خلال الشركاء الإقليميين والدوليين توفير الأموال بدعم تنفيذ اتفاقية السلام الخطوة الثانية تنفيذ اتفاقية السلام من ضمنه بيجي حتى بتات القوى المشتركة وحماية البدنين والنزل السلاح والديري آر وبقية الملفات في مسؤولية ثانية بتقى على عاد الإدارات الأهلية والفعاليات الشعبية والمجتمعية والشباب الصفار وغيرهم وكل فئات الموجودة في دارفور وفي السودان بتتمثل في نشخ ثقافة السلام والتوعية الاجتماعية وكانت في مبادرات كثيرة لكن ما رأت النور لأنه ما في اهتمامات في المجال كيف تلعب دور كبير جدا لأنه الطرف الآخر أو المجموعات المعودة السلام والتغيير بتحاول تثير النعرات بتاعة كراهية وقبلية وكهوية لتعيد السودان للمربع القديم وده الناس بتقضي عليهم بحملات تأثوعي والتنمير والفاصل الاجتماعي زي العمل الحسي انتبعوا من بطل قناة الهلال اجتمامكم بقضائي قضائي الأمن والاستقرار عن التمثل بقضية السودان قبل أن يستبحل الأمر ويحترق كل السودان لأن الإرخاصات الآن خطيرة يبدأ في دارفور الكردفان وفي دارفور موارد اقتصادية ثروة حيوانية والصمغ عربي وموارد بشرية ومعادن وغيره بترون وفي غرب كردفان المورد الرئيس حاليا في الصم في أكبر حق بتاع النفس وكذلك في مهددات أمنية كثيرة جدا قابلة للانفجار ناهيك عن شرق السودان وتداعياته التقاطعات ما بين المنفات السعدة السلام وربط المسار وغيره والمحيط لإغليم وتأثيره على الشرق الآن نتحدث عن ما يجري في دارفور المسؤولية تتمرحل المسؤولية تقع على عازق الحكومة وحركات التفاة المسلح بتوفير الماد بسنفيذ الترتيبات الأنمية ومسؤولية تقع على فئات المجتمع المختلفة من إدارات أهلية وشباب ونازحين ولاجئين ومنشطاء وغيرهم في العمل التوعوي والجماهيز وتنزيل ثقافة السلام والتعزيز ثقافة التسامة والتعايش السلمي بين الناس في دارفور بصرف المظر عن العرق أو اللون أو الشكل أو غيره المواطن هي أساس للأجوب والواجبات فمن قبر هذه الخطة يمكن للبلد أن تتعافى القوى السياسية في الوسط من المفترض تضع خارط الطريق مشروع التغيير في السودان كيف تقود التغيير التغيير في السودان لا يذهب للأمام على الإطلاق بالتدافع أو بالصراع حول من يقود التغيير خارط الطريق لكيفية بناء الدولة المدنية إلى أن نستلم السلطة من الأسكريين عن طريق الانتخابات الحرة النزيحة بعد أن تكتمل مؤسسات الدولة المدنية لكن محاولات الشتم ومحاولات الإساءة ومحاولات جر السودان للحلاك كل الناس تدفع التمن بما فيه إنسان السودان الموجود في ضوطة طب الخرطوم وزي ما نحن شاهدين حجم القتل والدمار والحلاك اللي كان حفظ في الأيام الفاسد وما زالت المصيرات مستمرة ونفس الحريقة بها في دافور بعد يحدث في الصافية بحرق دار الشرطة وغير وغيره وقتل المدنيين وغيره والسنار ممكن يستمروا والسودان كل يكون في هلاك ويلحق برج الدول الفاشلة المحيطة من حولنا فأن ناجد شعبنا والقول السياسية والمجتمعية والمجتمع الإغليمي والدولي شركاء السلام وشركاء صغير في السودان بأسرع ما يمكن أن يسعو لتتوفر أموال لتنزيد الاستفاق وإلا بأن الاستفاق سوف ينهار ويخشل وتحدثنا كثيرا من خلال بند الترتيبات الأمنية لأن أنت بتكون قاعدة المعاكسر ممكن تجي قوة تضربك مجهور تدعامل معاه وبعشوية مفروض ترد مجهور ترد ولو قلعوك من المنطقة أنتم محصن فيها حتى لا تستطيع المنطقة جديدة عشان تحمي نفذك أو تأخذك تشرب خلاص بكونا حربية جزت من جديد وليس سهلنا نجفها في شرق السودان ونحن مستاجين للسودان يتعاق ويكون واحد ومتماثل الأستاذ أحمد عيسى القيادي بالتحالف السوداني شكرا لك جدا لوجودك ماي فيما على أحداث عودة إليك من جديد أستاذ جمال شكرا لك عودة لك من جديد أستاذ جمال وبالحديث عن هذه الأحداث الدموية إذا استمرت هذه الأحداث التي تنفجر بشكل مؤسف على قرار ما نشهده حاليا في قرب دارفور واستباحة الولاية من قبل الملشيات المسلحة برأيك ما المطلوب من الدولة أولا والحركات والإدارات الأهلية أيضا التي يجب أن يكون لها دور لوقف هذا النزيف أولا التحية لأخي ورفيغ أحمد تغيير الواقع في دارفور كما أسلفت تعيش مرحلة مؤلمة جدا وهذه إفرازات واقع مؤلم حاليا هناك جهات عدة تسعى لعادة الدائرة إلى الوراء هذه الجهات ممتدة ولكن علينا بأن أول حاجة نحتوي خطاب الكراحية الموجودة علينا بأن نلعب دور فاعل في كيف نعيد دارفور إلى وضعه الطبيعي علينا حاليا مهمتنا بأن كيف نوقف نزيف الدم صح تفلتات أمنية كثيرة جدا البلد منتشر فيه سلاح في كل مكان في كل واجب في كل فريق في كل كده دي بحتاج جهد جمعي لا يمكن بأن يتم حسمه بشكل عسكري من خلال الخوات المشتركة هناك دور بلعب منظمات المجتمع المدني من خلال الجانب التوعوي البقومبيو في جانب كبير جدا بلعب المجتمع من خلال الإدارة الأهلية في جانب كبير جدا بلعب أجهزة الإعلام نحن مرات في خلال عملنا وخلال رصدنا لكثير من الأحداث بنعيب على الإقوة التي بسنوا على الرأي العام وخاصة للأجهزة الإعلامية وبعض السياسيين التي لم يستطعوا أن يتمددوا على مساحة الوطن ويحسوا ويعيشوا الآلام الموجودة في أطراف السودان لو ما عشنا هذه الهالة وعشنا الآلام الموجودة وساحمنا كلنا بشكل جمعي في كيف نوقف نزيفة الدم الموجود وكيف بلدنا ينطلق إلى الأمام لن نستطيع العمل الموجود يحتاج جهود جمعي كبير جدا يشارك فيه كافة أطراف المجتمع لأن الواقع مولم أكثر ما يتصوره الأقل السوي لا بد أن جميعنا نتحمل صح نحن كأطراف عملية سلمية نتحمل مسؤولية تاريخية في حسم هذه التفلتات وليس أمامنا خير النجاح لا يمكن أمامنا ما في مجال بأن نتراجع نمضي بعزيمة واقتدار وحاليا الدولة عاكفة الدولة حاليا محتمة لن نبكي على اللبن المسكوب نشوف الليلة في بداية حقيقية في انفاذ الترتيبات الأمنية من خلال التوصيات التي قراج بها الاجتماع التمى نحار اليوم وحصل موجهات واجحة جدا لكافة الجهات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار في دارفور بأجهزة مختلفة بأن يعكب في تكوين قوة مشتركة ذات محام خاصة وده بداية حقيقية لإعادة دارفور إلى وضعه الطبيعي وده ما نتمنىه عشان ينطلق التنمية وينطلق الاستقرار بشكل سريع ويعود الناس التي تشردوا من خلال السنين العجافة لعشات البلد في معسكرات الزل والحوان ونحن نتأسف لهذه الفترة الطويلة التي قضيناها من يوم 13 حتى الآن واتفاقية جبال سلام السودان الذي كان أمل وأمل كل الغلابة بأن يكون هو المظلة الحاضنة التي تعيده من وضعه الطبيعي لازلنا حتى الآن لكن حاليا هناك نية صادقة ورب أكيد التمستاه من كافة الأطراف بأن نمضي بعزيمة واختدار إلى أن نحقق الأمن والاستقرار في ربو دارفور وفي كل السودان ونكون كلنا شركاء في بنا وطن شامق تصل إلى دولة النهضة والرفع التي تعيش فيه مواطن وفي دولة تتوافر فيه كل أسباب الحقوق والواجبات نعم بتأكيد بحديثك عن الوصول إلى التنمية والسلام الذي يتطلع عليه الكل هذا يعود إلى اتفاقية جبا ويجعلني أن أقف على البرتكول الثامن في اتفاقية جبا والخاصة بالترتيبات السياسية والترتيبات الأمنية عفوا هل ما زال من الممكن إنجاز ما تضمنه البرتكول من بنود بالكيفية السلمية نعم هناك بنود كثيرة جدا وردت في اتفاقية جبا لسلام السودان ضمن من البنود إعادة توفير الأمن للإستغرار العمل القاص بالتسريح وإعادة الدمج معالجة وعضية المقاتلين القدامة معالجة الأسرة والمفجودين معالجة المقاتلين السابقين عملية الدمج في المؤسسات العسكرية كافة في الدعم في الشرطة في المخابرات العامة أو في القوات المسلحة هناك جوانب كثيرة جدا إعادة قراءة الواقع الأمني والعسكري في السودان من قلال كيف نعيد الهيبة للقوات الأمنية السودانية القوات بأطيافه وصنوفه المشتركة من قلال إعادة التصليح إصلاح المنظومة العسكرية السودانية بأن يكون قوة رائدة يحفظ الأمن والاستقرار يكون قوة ذات أهداف وطنية واضحة خير مسيسة جديرة بأن تحافظ الأمن واستقرار وسيادة السودان وتدافع عنه باقتدار هناك بنود كثيرة جدا وردت في اتفاقية جبل السلام السودان سعين بأن نجعل كافة الكلمات الوردت في اتفاقية إلى واقع عملي ملموس يحس المواطن في معاشي اليومي نعم بتأكيد دعنا ننتقل إلى حركات الكفاح المسلح في الجيش ومدى التفاهم بين الطرفين في هذا الاتجاه برأيك ماذا عن دمج القوات الخاصة بالكفاح المسلح في الجيش وإلى أي مدى ترى أن هذا الجانب يمكن أن يكون في مصلحة الجميع أول واحد من الحاجات المحمدة التي حصل في اتفاق جبل السلام السودان حتى الآن التزام كافة الأطراف ببند وقف إطلاق النار حتى الآن لم تسجل رغم المرارات ورغم الشح ورغم الشهور العجافة المرت من يوم ثلاثة حتى الآن لم تسجل ولا اقتراق واحد لبند وقف العدائيات الكل ملتزم وهذه يؤكد الرغبة الصادقة النية الصادقة في انتشال السودان من هذه الحالة المزرية انهارت كافة الاتفاقيات السابقة من 56 للليلة مرورا بآخر الاتفاقيات بسبب البطء في انفاذ البرتقول الترتيبات الأمنية حاليا نحن لكون نية صادقة بأن يتم تنفيذ البرتقول الترتيبات الأمنية ويتم إعادة تدريب القوات الحركات المسلحة القوات الأقرى ويتم عملية المعايشة لفترة والنواحة الحقيقية اللي يتم من خلال القوة المشتركة الحاجة سيكون نواحة لقوة حقيقية ذات مهام خاصة ومن خلال العمليات التصريح ويعادة والدمج سيكون هناك مشاركة حقيقية في الأجهزة الرسمية ووردت في اتفاق جبع لسلام السودان بأن يكون لأطراف العملية السلمية وضع قاس في المشاركة في الأجهزة اللي بصدها القرار في المؤسسة العسكرية إن كان على مستوى حيئة القيادات العليا أو القيادات المتوسطة أو القيادات الدنيا حيكون هناك قرارات ونأمل قريبا جدا حيكون في مشاركة حقيقية في صناعة القرار على مستوى المؤسسة العسكرية بشكل كامل وواسقين من ذلك وحيتم قريبا جدا ويشعر المواطن والعايزين قوات سودانية حقيقية ترى المواطن سودان أي إنسان برأى نفسه فيه بشكل جيد دون إخصاء لأي طرف لآخر لأن الغاية هو بلد يتوفر فيه سبب الحقوق والواجبات ليتمطأ أي إنسان بحقوقه كامل دون أن ينال من حق الآخر نعم بالتأكيد يعني إلى أي مدى تحتاج البلاد في هذه المرحلة إلى إنجاز المصالحة الوطنية أستاذ جمال نحن من نحتاج إلى مشروع وطني حقيقي طراد له كل أهل السودان إشنا فترات عصيبة جدا منذ الاستقلال حتى الآن زلنا ندور في حلقة مفرقة صراء يميني يساري أورد البلاد مورد الحلاك إن لم نستطع كقوة حقيقية ناهضة بأن نقرت من هذه الحالة ونضع مشروع وطني نطراد حوله لن نستطع ونزل ندور في حلقة المفرقة حاليا هنا واقع جديد بعد قرارات الخامس والعشرين من الشهر الماضي وضع السودان في واقع جديد وخاصة بما ورد في الاتفاق السياسي تم وحاليا القافة القوى السياسية عاكفين لدراسة الواقع لكي يخرجوا بوثيقة حقيقية يتم عبر الدخول إلى الانتقابات لأنه بدون التحول الديمقراطي الحقيقي لن نستطيع أن ننحط لن نستطيع أن نمضي إلى الأمام حاليا القوى السياسية عاكفة لوضع تصور جديد لواقع جديد من خلال الميساق اللي نتوقع بأن يرى النور قريبا وعبره سنزيد من القرارات والإجراءات اللي بأدي لبقودنا إلى صناديق الاقتراع نعم بتأكيد الآن ما هي الرسالة التي يجب توجيهها لأهل دارفور في هذا الوقت وهذه الأحداث التي نشاهدها الآن وهي أحداث لا ترضي والتكيتي أداف دائمية وأهداف محزنة من وجهة نظرك ما هي الرسالة التي يجب توجيهها لهم أول أهداف المؤسفة عشناه الحصل في غرب دارفور من جبل مون كيريندينج في جنوب دارفور وفي أطراف فاشر زمزم كولغي في كافة مناطق دارفور ونترحم للأرواح الضحايا بشكل عام وعجل اشتفاء للجرحة ندعو أهلنا في عموم دارفور وفي سودان بشكل عام مزيد من ضبط النفس وتوفيط الفرصة لكل متربص يريد أن يعبس بعمل المواطن لا يمكن أن نمضي على هذه الحالة مهما كان الحال لا يمكن أن نستمر ونوحل في قتل وسفك الدماء الموجودة بأي زنب نقتلها أولا ما في أي حاجة ما في شيء بخلينا نحن على هذه الحالات المؤسفة الدامية ندعو جماهر شعبنا ندعو العقلاء ندعو منظمة المجتمع المدني بأن يلعبوا دور فاعل دور حقيقي في القيام بالتوعية القيام بما يمكن القيام به لوقف هذه الفوضى إلى أن يتمكن القوات التي ستشكل قريبا جدا ونعهدهم نحن حريصين جدا حريصين كأطراف لعملية سلمية على إنفاذ برتكول الترتيبات الأمنية وننفذها بشكل كامل ويظهر نتائج قريب جدا نعهد شعبنا بأنه قريب جدا سيكون هناك قوات رادعة على الأرض لحسم التفلتات وقريبا جدا ما نقول كلام ساكن نقولك نحن جزء من المنظومة العسكرية الموجودة نحن جزء من أطراف العملية سلمية نتحمل المسؤولية التاريخية وقريب جدا سيكون هناك قوات رادعة ذات محام قاصة على الأرض ونطمن أحلنا بأنه نحن نسحر نسحر ونواصل ليل وبنهار لتنام لنوفر أمن والاستغرار لمواطني دارفور كاف ولمواطني السودان بشكل عام نتمنى أن تكون كل هذه الوعودات ننرها على أرض الواقع في القريب العاجل أستاذ جمال حامد القيادي بالعضل والمساواة والمدير التنفيذي لملف الترتيبات الأملية بالحركة ونائبة من التخطيط الاستراتيجي شاكر لك جدا لوجودك معي في معلحة شكرا والتحية لمشاهدي قناة فضائية الهلال شكرا لك بتأكيد ما زلنا متواصلين في مشوارنا من معلحة فاصل قصير نتابع فيه من الكنترول عودة من جريد